خلافات أسرية مستفحلة وأسعار نفط متهاوية ترافقها حروب عبثية وجرائم يومية بحق شعوب المنطقة ثلوث بات يهدد نظام أهل السعود ويهز أركانه وينظر بدونو أجله مهما بلغت غيانه ومهما تظاهر بالقوة واستمر في حجد المرتزقة وشراء المواقف الدولية ومهما أوغل في زرع بذور الشقاق والفتنة وأسس لمزيد من الاختلاف والفرقة فأيامه باتت معدودة في ظل المعطيات الآنفة وحين يجف زرع البقرة الحلوب سيعجز ذلك النظام المتداعي عن مواراة سوأته حينها يأتي دور الشعوب المظلومة للاقتصاص من والتنكيل بأزلامه عود طيران العدوان السعودي استهدافه منطقة النهدين المكتدة بالسكان في العاصمة الصناع مراسلنا فاد أن طائرة سعودية قصفت منطقة النهدين بصاروخ شديد الانفجار ما أدى إلى اهتزاز العاصمة وتضرر منازل المواطنين القريبة فضلا عن إثارة الرعب والخوف في نفوس الأطفال والنساء في البيضاء دمر طيران العدوان بسلسلة من الغارات عددا من المشأة الحيوية والخدمية في المحافظة مراسلنا فاد أن